درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا أعزائي طلاب وطالبات سنة تانية عدادي وصلنا إلى حل النموذج الرابع في كتاب المعاصر المراجع النهيه 2022 في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي رابط لما تضغط عليه هيوصلك لقيمة تشغيل أو بلاي لست هيكون فيها كل الفيديوهات الخاصة بحل النموذج السابقة الفيديو اللي قبل ده مباشرة كان حل النموذج الثالث اللي قبله الثاني وبعد كده كان فيه فيديو ممايز جدا أهم 40 جملة إنجليز تصحيح أخطاء واللي كان قبله أهم 60 جملة اختيار من متعدد كمان قبل نهاية الفيديو بعشرين ثانية هتظهر لك شاشة النهاية أو اند سكرين أرشح لك 3 فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة نبدأ مع بعض يا ميستر واجدي سامبل تاست فور عندنا اللي معاه كتاب المعاصر بيج 82 صفحة 82 السؤال الأولاني حبيبي خلاص احنا عرفنا وتزبطنا كده شكل امتحان ايه؟ امتحان من 35 درجة مدته آآ ساعتين عندنا السؤال الأولاني بتستمع إلى تاكست كده من حوالي 25 إلى 30 كلمة المدرس طبعا بيبقى عندك الأسئلة اختيار من متعدد ما إلا أنك بعد ما تسمع الليسنينج بارت بتكتبوا الإجابات المطلوبة فقط في كراسة الإجابة والسؤال ده عليه أربع درجات هقول لك جزء الليسنينج مرتين عاما ο قدر أت 꾸ُي سтер reparاء الجزء يس seekers إلى أحزان لذلك يذهب في كل أمغالية في لندن لديه مجموعة لاحظة هنا متبعا عاما عاما Payment عاما refusing أرغل إلى الل�� indicates تعرف اللّمة لذلك يذهب إلى كل أمغالية في customized جزء طبعاً عندنا السؤال الأولين هنا بيقول لي طبعاً لاست إيه؟ نمبر تو كان عايز تعلم إيه؟ طبعاً هنا إيه؟ نمبر ثري طبعاً هنا نمبر فور طبعاً هنا إيه؟ وجزء النص الاستماع هنا قدامك وهو؟ طبعاً هو مش هيبقى قدامك في الاتحان لا أنا بوره لك بس يعني عشان لو في حد ما تشمعك كتاب المعاصر ممكن يرجع للصفحات الأخيرة هنا موجود جزء listening عندي خلي بالك حبيبي تكتب الإجابات المطلوبة فقط يعني هتقول إيجابة السؤال الأول بعد كده نيجي للسؤال الجميل ده طبعاً بتكون محادثة طبعاً عندنا عشر تبادلات هنا خمس فراغات فراغين منهم بيكون على هاية أسئلة وثلاث فراغات على هاية statements أو جملة خبرية نصيح تليك بقولها كل مرة لطالب أقول عدادي أو تاني عدادي أو تلت عدادي تقرأ المحادثة كاملة بدون حل علشان تعرف مين بيكلمين بيتكلموا فين بيتكلموا فين بيتكلموا عن إيه بيتكلموا أمتى هنا عندي يوسف وبعدين تفكر في الحل يعني واكتب لك الإجابات باللون الأزرق والأسئلة باللون الأحمر يعني يوسف بيسأل محمد عن وظيفة والده فيوسف بيسأل كلمة كلمة يعني ما هو وظيفة والده خلي بالك بعد كده محمد هيقول ما نعرفش إيه ولكن هنا يوسف سوري يوسف هيسأل سؤال برضو ما عرفش الإجابة بتاعت محمد هيقول له طالما هنا بأكيد عرفت الوظيفة يوسف هيسأل سؤال وبعد كده محمد يقول له خلي بالك ذم دي أكيد ضمير يعود على إيه بعد كده يوسف هل هو بيحب مساعدة الفقراء أكيد طبعا هنا محمد يرد عليه وبعد كده يوسف هيقول له يعني هل انت تحب تود أن تكون طبيبا أيضا أكيد محمد أقول له ما فيش مشكلة عند هنا يوسف هنا هتقول بعد كده يوسف سأل سؤال اللي هو قال له هنا السؤال طبيعي يكون يعني أين السؤال في بعد كده عشان الجملة في المدرع البسيط وبعد كده ثم الفعل في المصدر والجزء الذي نسأل عنه لا يذكر في السؤال بعد كده بعد كده يسأل سؤال هنا السؤال هيكون إيه يعني كيف يساعد مرضه خلي بالك هنا لما محمد قال له ثم هنا تعود على إيه البيشنس عشان كده لازم تكون إسم جمع هنا بعد كده يوسف أكيد طبعا هنا بعد كده يوسف هنا ممكن يقوله يعني ما فيش مشكلة يعني لو حتى لو قال والسؤال ده عليه خمس درجات نيجي بعد كده عندي قطعة إنش عليها أسئلة في ثلاثة أسئلة أسئلة ثلاثة أسئلة عليها ثلاثة درجات وتلاثة أسئلة تانية أسئلة اختيار من المتعدد والسؤال ده عليه ست درجات اقرأ الثالث ثم أجب الأسئلة مش تجرع الأسئلة بقى وتروح تجاوب لا أنت تقرأ الكلام ده كويس جدا نتقرأها مرة واتنين وبعد أنت حل عبدالله طالب في مدرسة عددية يعني المدرسين بتوعه بيحبوه لأنه بيتبع القواعد المدرسية بيسمع الكلام بقى وبيعمل كثير من الأشياء جيدة في المدرسة أولاً ده هو في الأول بيحضر شنطته الليلة قبل المدرسة بيوم يعني بالليل كده يعني ثانياً مؤدب كده مؤدب زين عن لازم ده الوالدة هو بيرفع أيديه قبل ما يجاوب على أي سؤال في الفصل يريت الناس كلها يريت كل الطلبة كلها عزي عبدالله يعني ما بيتكلمش لزا ما يلو في الفصل بيستمع المدرس فقط باط ولكن يتكلموا يفوسح يعني في الحوش يعني ما بيجريش في الطرقة كده في الفصول دي يعني 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 المدرسين اللطفاء معي يعني زي يخلب لك المدرسين عشان أكيد طالما مكتوبة بالبولد يبقى كده يبقى فيها سؤال and they always thank him for his politeness يعني بيشكروه على أدبه he studies his lessons well يعني بيزاكر دروسه كوائز جدا and he always gets high marks وبيجيب دراجات عالية the teachers المدرسين المعلمون أو المدرسين أو المعلمين at his school advise all the students بينصحوا كل الطلبة to be clever and polite like him يعني انه يكونوا شطرين ومؤدبيين زي عبدالله يبقى أكيد مش كلهم كده يعني أكيد عشان ده تبقى فيها سؤال دي نيجي بعد كده الأسئلة answer the following questions عندي هنا السؤال الأول what is the main idea of the passage what is the main idea of the passage ما هي الفكرة الرؤوسية القطعة طبعا احنا ممكن نقول أو اعطي عنوان القطعة هنا ممكن نقول good example of active students good example هنا يعني مثل أو قدوة يعني للطلبة الشاطرين a good example of active students بعد كده عندي number two do you think that all students are like عبدالله هل انت بتعتقد ان كل الطلبة زي عبدالله أنا معتقدش كده بدليل انه لما قال لك كل المدرسين المدرسين بينصاعوا الطلبة بيبقوا زي عبدالله فهنا الإجابة تكون ده في رأي الشخص يعني no I don't think so no I don't think so بعد كده number three what does عبدالله do to ask a question in class يعني عبدالله بيعمل ايه علشان أو لما يجيس السؤال في الفصل طبعا هو بيرفع دي زي ما احنا قلنا عندين he always puts his hand up to ask a question in class he always puts his hand up to ask a question in class وطبعا دي جملة دي موجودة بالنص في أول سطر يعني آخر كلمتين ثلاثة في الصفحة 82 وأول سطر في 83 لغاية class بعد كده بي choose the correct answer from ABC or D number four the underline pronoun they الضمير اللي هو they اللي محطوط تحتها خط refers to الضمير ده بيشول عليه students teachers books lessons طبعا هنا طبعا هنا بتشير الى بتشير الى teachers هنا ايه teachers لما قال and they always thank him for his politeness number five عبدالله doesn't speak to his friends in class يعني ما بيعملش ايه للطلبة لزميله في الفصل play doesn't play doesn't pack doesn't talk doesn't do طبعا هنا doesn't talk ما بيتكلمش الجزئية اللي قال he never talks to his friends بعد كده عندي number six the underlying word start كلم start لما قلناها بتشير الى ايه او معناها ايه لما قلنا هنا start يعني begin او يبدأ يعني close call teach begin السؤال ده علي ست درجات بعد كده عندي vocabulary and structure اللي هو التركيب والمفردات والتركيب اللي هو الجزئية الكلمات والجرامر بيدي لك عشر جمل سبع جمل يخص الكلمات وتلات جمل يخص الجرامر choose the correct answer from a b c or d number one i space a room with my sister there are two beds يعني انا ايه الاوضة دي اللي مع اختي في سررين do cry share play طبعا هنا share يعني you share هنا طبعا المعاني السألة جدا اللي مش محتاجة ترجمة مش انترجمة علشان وقت الفيديو number two when i go to a new place لما بتروح مكان جديد i like space friends talking giving doing making طبعا خدنا the expression that to make friends يعني يكون ونصدقات يبقى when i go to a new place i like making friends number three the space pumps around the body ايه العضو في الجسم اللي هو يضخ الدم حول اجزاء الجسم عند brain العقل heart القلب liver يعني الكبد stomach والمعدة طبعا اللي جاب الصحية هنا ايه the heart number four it's good for to take a space with them in historic places يعني شيء مناش جيد للسياح انهم يأخذوا او يصطحبوا مين او ايه with them معهم في الاماكن التاريخية doctor teacher guide pilot طبعا هنا pilot يعني طيار عندنا جيد له مرشد وبعد كده مرشد سياح يعني teacher مدرس او مهلم عندنا دكتور طبيب بعد كده ننتقل ل page 84 84 صفحة 84 عندي 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 يعني 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 ايه ايه اتوا مش مرتبة خالص يبقى اكيد الولد ده فوضوي يبقى هنا عندي طيدي ماسي كلين جود طبعا هنا ايه ماسي طيدي يعني مرتبة ومعظمة عندي كلين يعني نظيف جود يعني جيدة نمبر سيكس ايه سبيس از ابرسن هو اسكس اذرز فور ماني از هي از بور يعني من الشخص اللي بيطلب من الناس المال الفلوس لانه فقير طبعا عندك فولنتير متطوع لاير كذاب يعني الشحاز اويس اللي هو اللي بيستعطي يعني اه المتسول خلي بالك دي بي اي دابل جي اي ار ودي بي اي جي جي اي ار طبعا هنا دي شورت اي وهنا دي شورت اي دي تتنطق باجر ودي تتنطق بيجر باجر بيجر طبعا هنا الحل الصحيح احنا ايه باجر بعد كده نمبر سابن شركات السياحة ايه اللي هي الشركات ذات العنشطة غير ملوثة البيئة خلي بالك زي ما اخدنا هنا برضو انا اخد طبعا هنا بعد كده عندي نمبر ايت ماونت كينيا جبل كينيا اللي موجود في تنزانيا اللي في قارة افريقيا عندي طبعا هنا انا مش المقارنة هنا المقارنة هنا مش اخد هاير عشان ما فيش كلمة ذا ما فيش اخد هاير عشان ما فيش ذا ما فيه مش اخد هاير لان انا ما بتكلمش عنه فقط ولكن هنا المساواة بس هنفيها هقول ماونت كينيا is not as وصفة as ماونت كلمانجارو يعني جبل كينيا ليس عاليا او ليس مرتفعا مثل جبل كلمانجارو نمبر ناين طبعا ايت ناين تن ده بيكون جرامر يعني عايز اقول لك كم عدد البيضة التي تحتاجه عندك طبعا هنا مش هتنفع خالص امشي بطريقة الاستبعاد امشي بالطريقة اللي يجوم الكلمات اللي مش هتاخدها اطلاقها ماينفعش ماينفعش ييجي بعدها وبعد كده لا هنا كم عدد البيض بعد كده عندي نمبر تان احمد يعني الجمل دي كلها من اللي اخر انا عايز ارفيها عايز اقول احمد ما بيشربش كافي خلي بالك هنا طبعا جملة منفية هنا مش هينفع انفع بضونت لان ما فيش حاجة اسمها هي او احمد طبعا هنا برضو مش ياخد لان لو هي هتبقى ييجي بعدها يا اما حرف جر يا اما صفة هنا مش ياخد مش ياخد لان لو قلت احمد هتبقى هنا هتبقى فيها اس لان وجود لا يلغي عامل اس طبعا هي مش ازن الاجابة الصعية هي لان ده نفي نفي المدرع البسيط يأتي بعدها فعل يبقى احمد يبقى احمد خلي بالك الجملة دي بقولها تاني لو فيه درينكس لو فيه السنة كنت هتاخد بعد كده ينجي للسؤال الخامس طبعا هنا بيبقى مطلوب منك اربع جمل دي اعتبر اختبار يعني عندي خلي بالك خدنا الجزئية بتاعت هفتو 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 خلي بالك النطقه هفتو النط التانية هستو والماضي هاتو ينبغى علي ان طبعا طالما هنا هي يبقى طبيعي هتبقى بدل هاف هتبقى هاز يبقى هي هستو تايد هزروم اتس ريلي ماسي بعد كده نمبر رشيد بي بورن طبعا هنا بي اللي هي فرب يعني ولكن دي سنة منتهية يبقى ينحصل الاختيار ما بين طبعا رشيد دي يعني يبقى يبقى طبيعي هتبقى بعد كده عندي نمبر ثري خدنا قاعدة طبعا يستو اللي هو اعتدعى ان يعمل شيئا كان في الماضي ولا يفعله الان يستو يأتي بعدها فعل في المصدر السادة من غير زيادة يبقى خلي بالك سينجز دي يبقى ما نفعش تبقى فيها يبقى هنا ولو كانت منفية برضو كانت تبقى بعد كده عندي نمبر فور يعني هذي سيارة طبعا جذابة اكثر من تلك السيارة تلك الاخرة يعني طبعا عندي وعندي هنا المقارنات طبعا ان احنا بنضيف للصفات القصيرة ولكن الصفات الطويلة بنبقى قبلها خلي بالك يبقى وطبعا خلي بالك هنا انا ممكن اقول يعني لان ما فيش اسعار او ما فيش شكل عشان احكم ان العربية دي يعني اجذابة اكتر من دي ما ممكن تكون هي التانية هي الاكتر جاذبية فبالتالي انا يهمني انك تحط يبقى صح او صح لانك لو حطيت مور فقط او لس فقط هيعتبرها المصحح هي مكان اتراكتف فقط فتحسب الجملة خطأ بعد كده السؤال الاخير عندي اكتب باراجراف طبعا القناة في اكثر من فيديو طبعا هنا بيقولك انت بتعمل ايه في الاجازات خلي بالك انا كتبتلك طبعا لو انت بصيت او لو حسبت يعني اقعد مع نفسك كده لو حبيت تعد هذه الكلمات هتلاقي الكلمات دي من غير العنوان بتاعها حوالي مية يعني كم كلمة فوق اكتر من مية وعشرين كلمة اكتر من مية وعشرين كلمة طيب نيجي بعد كده نبدأ هنا بتحديدا مية ستة وعشرين كلمة تحديدا مية ستة وعشرين كلمة طبعا هنا في كتابة البراجراف طبعا هنا بسيب اندنشن حتة صغيرة كده بمندار سنتي وبعدين تكتب بقى انا شرحت تفصيليا في فيديو ازاي تكتب براجراف في في الاندسكريين في شاشة النهاية هاسيب لك برضو الفيديو الخاص بhow to write a paragraph طبعا كيفة يعني عادة ان بتقضي لاجازة وبتمليف الاجازات هنا ممكن نقول انا كاتب لهم لك جمل جمل اه ورا بعض وبكل جملة بلهم مختلفة هنا ممكن نقول in the summer in the summer في الصيف I usually go on a holiday بروح اجازات في الوستوب وبعدين تبدأ جملة جديدة تبدأ capital letter I stay a week on my uncle's farm and another in Alexandria يعني انا بقضي اسبوع في المزرعة بتاعت عمي او خالي and another week يعني in Alexandria في اسكندرية في الاول I travel to Alexandria with my family or with my parents by train يعني بسافر مع my parents مع الاسكندرية بالقطار وبعد كده we على اعتبر انك انت والعيلة يعني we stay at a nice hotel احنا بننزل في فندوق كويس لطيف بعد كده every morning we go swimming كل يوم الصبح بنروح السباحة بنروح البحر يعني and enjoy sitting on the beach ونتمتع بالجلوس على ايه الشاطئ وبعد كده انهية الجملة وبعد كده تبدأ جملة جديدة in the evening بالليل we do the shopping خلي بالك تقول do the shopping او go shopping لو قلت go ما تحط جزاء يبقى go shopping او do the shopping بعد كده also ايضا we go to the cinema or the theater يعني ممكن تروح السينما او المسرح طبعا انا بكتب لك حاجات كتير وانت ممكن تكتب غير يعني جمل احسن اللي انا كتبها كمان after this week بعد الاسبوع ده خلص يلا تقضي يوم تاني او اسبوع تاني i leave my parents انا بسيب بابا وماما العيلة بتاعتي in alexandria and travel to my uncle's farm بايباس وعمي ولا خالي واحد تاني خالي ولا قريب تاني يعني بروح له ايه المزرعة بتاعته بايباس there هناك i spend a very good day يعني بقض يوم جميل كده من ضمن الاسبوع يعني that is شم النسيم انا افترض انه هو شم النسيم مثلا i usually spend that day with my uncle انا يعني عادتان انا بقضي اليوم ده مع عمي او خالي my aunt and my cousins or cousins بعد كده الجملة انتهت in the morning الصبح بقى we usually eat boiled eggs and beans بنا انا يأكل بقى بنفطر بقى بيض مصنوبة أو حاجات جميلة قوي and beans والفول طبعا for breakfast in the fields وكمان الكلام ده ممكن يكون في الحقول خلي بالك ممكن تقول in the fields وممكن ما تقولاش مش مش مشكلة بعد كده in the evening بالليل we enjoy singing and dancing we enjoy singing and dancing لو عديت الجمل دي من غير العنوان أو صور الكلمات هتلاقيها 126 كلمة كده حبيب انتهينا من حل النموذج الرابع التقي بكم في فيديو جديد مع حل النموذج الخامس thank you for watching